بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مائة وأربعة وثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم تقدم في الحلقة الماضية حديث عن بعض أحوال الحنث وما يحرم منه وما يجب وخذنا قوله رحمه الله ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا وذكرتم أن الحنث خمسة أنواع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم الحنث في اليمين هو مخالفة اليمين بأن يحلف ما فعل على تركه أو يترك ما فعل على فعله بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله هذا هو الحنث في اليمين نعم وله أحوال وله شروط نعم له شروط الشرط الأول أن يكون مختارا يعني يحنث مختارا فإن حنث مكرها فليس عليه شيء الثاني أن يكون ذاكرا ليمينه فإن حنث وهو ناس ليمينه فليس عليه شيء هذا تقدم نعم فإذا حنث مختارا ذاكرا ليمينه فإنها تجيب عليه الكفارة لقوله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية نعم فرتب وجوب الكفارة على وجود الحنث على وجود الحنث في اليمين والحنث تارة يكون مستحبا نعم تارة يكون مستحبا كما لو حلف على ترك على ترك مستحب فإنه يستحب له الحنث كما لو حلف أن لا يصلي صلاة الضحى أو لا يصلي تحية المسجد فهنا حلف على ترك مستحب فيستحب له أن يحنث وأن يفعل ما حلف على تركه لأن هذا من البر لأنه حلف على ترك فعل البر فيستحب له أن يحنث في يمينه ويكفر عنها ويأتي بالطاعة ولا تكون اليمين مانعة له من فعل الطاعة وفعل الخير والمعروف والإصلاح بين الناس قال الله جل وعلا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فإذا حلف على شيء من هذه الأشياء فإن الأفضل له أن يخالف يمينه وأن يفعل هذه الأشياء لأنها بر ويكفر عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني فالحنث في هذه المسألة أو في هذه الحالة مستحب وكذلك لو حلف على فعل واجب فإنه إذا حلف على فعل واجب فإنه يحرم الحنث إذا حلف على فعل واجب على ترك واجب إذا حلف على ترك واجب فإنه يحرم الحنث لأنه يجب عليه الإتيان بالواجب كما لو حلف لا يصل رحمه فإنه يجب عليه أن يحنث وأن يصل رحمه ويدخل هذا في الآية ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتارة يكون الحنث واجبا عليه كما لو حلف ليشربن الخمر حلف على فعل معصية فيجب عليه الحنث ومخالفة اليمين كما لو حلف لا يشربن الخمر فإنه يجب عليه الحنث وترك الخمر وعليه كفارة اليمين عليه كفارة اليمين وتارة يكون الحنث مباحا يعني مخيرا فيه بين أن يمضي في يمينه وبين أن يكثر عنه كما لو حلف على ترك مباح على ترك مباح أو فعل مباح فإنه يخير إن شاء وفى بيمينه وإن شاء خالف يمينه وكفر نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله نعم هذا من اليمين إذا حرم حلالا كأن يحلف أن لا يأكل طعاما أو لا يلبس الثوب أو لا يفعل شيء مما أحل الله له أن يفعله فإن هذا يجري مجرى اليمين تجب به الكفارة قال الله جل وعلا لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد جاء في سبب نزول الآية أنه صلى الله عليه وسلم حرم التسري بمملكته حرم التسري بمملكته والتسري بالمملكة مباح وهو حرم مباحا فنهاه الله عن ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله له فإذا فعله وحرم ما أحل الله له فإنه يكفر عن يمينه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسمى تحرم الحلال يمينا تجب فيه الكفارة هذا مقصود المؤلف أن تحريم الحلال يأخذ حكم اليمين وتجب به الكفارة استدلالا بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره الله في القرآن وأمره بكفارة اليمين فإذا حرم حلالا صارت هذه يمينا يجب بها الكفارة فلا يمتنع عن الحلال بسبب اليمين وإنما يكفر عن يمينه ويتناول الحلال لأن الحلال لا يحرم الحلال الذي يحله الله لا يحرم باليمين فمن فعل ذلك فإنه يكفر عن يمينه ويتناول يتناول الحلال ولهذا قال جل وعلا بعد الآية التي ذكر فيها كفارة اليمين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لكن لو قدر أن أحدا حرم شيئا من المباحات فإن هذا يجري مجرى اليمين يكفر عن يمينه ويتناول هذا الذي حرمه على نفسه إلا إذا كان التحريم وقع على زوجتي بأن قال زوجتي علي حرام فهذه تكون يمين ظهار فيها كفارة الظهار كما قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبة من قبل أن يتماسأ إلى آخر الآيات نعم السلام عليكم هذا يقودنا للسؤال عن ألفاظ أخرى تعد أي مانا مثل ما يقول بعض الناس علي الحرام علي المنازيم إن كان راد بقول علي الحرام من زوجته فهذا ظهار وإن لم ينوي زوجته فهو يمين فيها كفارة يمين نعم لو قال مثلا لأحد طعامك علي حرام أو صحبتك علي حرام تعد يمينا نعم تعد يمينا مكفرة نعم السلام عليكم قالوا من حرم حلالا سوى زوجته سوى زوجته أما تحريم زوجته فيعد ظهارا نعم من أمة أو طعام أو لباس من أمة يتسرى بها لأن التسري بالإماء مباح نعم أو طعام ألا يأكله مثلا أو لباس أو لباس ألا يلبسه حرم أن يلبسه حرم أن يأكل الطعام هذه كلها تجري مجرى اليمين فيها كفارة يمين نعم أو غيره أو غيره من المباحات نعم لم يحرم لم يحرم بتحريمه لأن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله وليس للإنسان أن يحرم أو يحلل من عند نفسه نعم وتلزمه كفارة يمين إن فعله بدليل الآية لما ذكر الله في قوله للنبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ذكر بعد ذلك قد فرض الله في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي قد شرع الله لكم ما تكفرون به أيمانكم وذلك إشارة إلى قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخر الآية نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة نعم كفارة اليمين بينها الله في القرآن في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين مكونة من أربع خصال ثلاث فيها تخيير وواحدة فيها ترتيب أما الثلاث التي فيها التخيير يخير بين إطعام عشرة مساكين بأن يعطي كل واحد منهم نصف صاع من الطعام وإذا جمعهم وعشاهم أو غداهم أجزاءه ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم أي أنكم تطعمونهم من ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم فلم يؤمروا بشيء لا يستطيعونه وإنما أمروا بشيء يستطيعونه وهو من طعام الأهل المعتاد عندهم أو كسوتهم أي كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته مثلا قميص للرجل قميص للرجل أو إزار ورد للرجل أو والمرأة يعطيها يعطيها قميصا وخمارا لأن المرأة لا يجزيها في الصلاة إلا القميص الساتر لبدنها والخمار الذي يستر رأسها فيعطيها ثوبا وخمارا هذا للمرأة أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الخصلة الثالثة تحرير رقبة يعني اعتاق اعتاق مملوك اعتاق رقبة مملوكة فهذه مخير فيها الاطعام أو الكسوة أو الاعتاق وأفضلها الاعتاق أفضلها الاعتاق لكن إذا فعل غير الاعتاق من هذه الثلاث أجزأه فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كثير من العلماء يشترط فيها التتابع لأن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات بينما فريق من العلماء يرى أن ذلك مطلق إن شاء تابع وإن شاء لم يتابع لأن الآية فصيام ثلاثة أيام ولم يقل متتابعات القراءة المشهورة نعم حسن الله إليكم قالوا من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف نعم من لزمته أيمان كثيرة يعني حلف عدة مرات فهذا لا يخلو من تفصيل له أحوال الحال الأول أن يحلف على شيء واحد يكرر الأيمان على شيء واحد قبل التكفير كان يقول والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذا الثوب كرر الأيمان على شيء واحد قبل التكفير وموجبها واحد وهو كفارة اليمين فهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة عن جميع الأيمان الحال الثانية أن يكرر الأيمان على أشياء متعددا كان يقول والله لا ألبس هذا الثوب والله لا أدخل هذا البيت والله لا أركب هذه السيارة فكل يمين لها كفارة مستقلة لأنه حلف على أشياء متعددة فلا تتداخل الكفارة في حقه وكذلك لو كرر الأيمان على شيء واحد لكن موجب الأيمان مختلف كما لو ظاهر وحلف بالله عز وجل ظاهر لا قال امرأته عليه كظهر أمه فعل هذا الشيء ثم قال والله لا أفعل هذا الشيء فهنا عندنا يمين وعندنا ظهار والمحلوف عليه واحد فكل يمين لها كفارة فكذا قوله والله لا أفعل هذا الشيء هذا فيه كفارة اليمين وإذا قال علي امرأتي علي كظهر أمي أو امرأتي علي حرام إن فعلت هذا الشيء فهذا فيه كفارة ظهار فيجتمع في حقه كفارة الظهار وكفارة اليمين ولو كان المحلوف عليه شيئا واحدا لأن موجب الأيمان مختلف نعم فعبكم الله قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد موجبها موجبها واحد فعليه كفارة واحدة قبل التكفير أما إذا حلف على هذا الشيء ثم كفر ثم حلف عليه مرة ثانية تتكرر الكفارة لأنه كرر اليمين بعد التكفير عن الأولى نعم وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله نعم كما لو قال والله لا ألبس هذا الثوب امرأتي علي حرام لا ألبس هذا الثوب أو إن لبست هذا الثوب فهذه أيمان على شيء واحد ولكن موجبها مختلف فيكون عليه كفارة يمين وكفارة ظهار لأن كل يمين له كفارة مستقلة نعم قال إن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخل ولم يتداخل نعم قال رحمه الله باب جامع الأيمان نعم يعني جامع مسائل الأيمان التي يرجع فيها إليها نعم قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ نعم فإن عدمت النية يرجع في الأيمان أول شيء إلى النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فلو فلو حلف مثلا أنه لا يدخل لو حلف مثلا أنه لا يدخل دار زيد أنه لا يدخل دار زيد فإن اليمين تتعلق بدخوله إلا إذا كان نوى أن يقطع منته أن يقطع منته عليه فإنه لا يتناول أي شيء لزيد فيه منه كما لو شرب من مائه أو أكل من طعامه ولا يقتصر اليمين على الدخول دخول الدار لأن نيته باليمين قاطع منة هذا الشخص فلو قال والله لا أدخل لك دارا وهو يريد أن لا يحتمل له منه في شيء فإنه يحنث بأي شيء اللي جيد فيه منه بناء على النية بناء على النية نعم وعلى إذا احتملها اللفظ إذا احتملها اللفظ أما إذا كان اللفظ لا يحتملها وقال نناوي كذا واللفظ ما يحتمل فإن فإن احتمال اللفظ مقدم على نية الحالف نعم فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها نعم إذا عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها مثلوا له بقولهم لو قال والله لا قضينك حقك غدا ثم قضاه اليوم قبل غد فإنه لا يحنث لأن مراده أن لا يؤخر القضاء مراده أن يبادر بالقضاء مراده أن يبادر بالقضاء فلو قضاه قبل الوعد الذي حدده في اليمين لم يحنث في ذلك لأن المقصود حصل وهو المبادرة بالقضاء نعم فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإن عدم ذلك رجع إلى تعيين المحلوف عليه نعم فإذا حلف لا لبست هذا القميص نعم فجعله سراوين أو لداء أو عمامة ولبسه أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه ثم أكله حانث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة الثالث أنه يرجع في الأيمان إلى معين المحلوف عليه إلى عدمت النية وعدم السبب يعني لم تعرف نية الحالف ولم يعرف سبب اليمين فإن اليمين تتعلق بالمحلوف عليه ولو تغيرت صفاته فلو قال والله لا أكلم هذا الصبي ثم كبر الصبي وصار شيخا وكلمه بعد ما صار شيخ يحنث ليحنث بذلك وإن تغيرت صفة المحلوف عليه أو لا لبست هذا الثوب هذا الثوب فشقه وشقه واجعله سراويل ولبسه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت صفته أو لا آكل هذا البيض فصار ناطفا يعني حول إلى ناطف حول إلى ناطف والناطف نوع من نوع من الحلوى فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة في هذا الناطف وهو البيض نعم جب أعدها قال فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل نعم فإنه يحنث إذا لبسه ولو كان سراويلا أو رداء لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الصفة نعم أو رداء أو حول الثوب رداء وارتدى به فإنه يحنث وإن كان لا يسمى الآن ثوبا وإنما هو رداء لأن عين المحلوف عليه موجودة نعم أو عمامة أو حول الثوب إلى عمامة هو حال فيما يلبس الثوب والآن صار عمامة نقول يحنث إذا لم يكن له نية ولا سبب للنية فإنه ما دامت عين المحلوف عليه باقية يحنث ولو تحول إلى صفة أخرى نعم قال ولبسه أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو لا أكلم هذا الصبي فكبر الصبي وصار شيخا وكلمه بعدما صار شيخا فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة أو زوجة فلان هذه فزالت الزوجية أو لا والله لا أكلم زوجة علي مثلا ثم طلقها علي صارت أجنبية منه أكلمها بعدما طلقها فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الحالة حالة حيث لا نية ولا سبب نعم أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزال الملك والصداقة نعم أو لا أكلم صديق فلان فزالت الصداقة وصار أعداء وكلمه يحنث لأن عين المحلوف عليه باقي موجودة وإن تغيرت الصفة نعم أو مملوكه سعيدا وزال الملك أو لا أكلم مملوك سعيد فسعيد أعتقى هذا المملوك صار حرا كلمه بعدما صار حرا يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الحالة لم يوجد نية ولا سبب للنية نعم أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو لا أكلت لحم هذا الحمل وهو صغير الغنم الحمل صغير الغنم فكبر وصار كبشا وذبحه وأكل أو ذبح وأكل من لحمه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت حالته نعم أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو لا أكلت حلف لا أكل هذا الرطب فصار الرطب تمرا يعني مجففا أو صار دبسا أو خلا فإنه يحناش بالجميع لأن العين المحلوف عليه موجودة نعم أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو هذا اللبن فصار جبنا والجبن معلوف هو مجفف اللبن فأكل الجبن يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت حالته أو كشكا بأن خلط بدقيق أصار كشكا ثم أكله حانثة في الكل نعم لأن عين المحلوف عليه موجودة إلا أن ينوي ما دعم على تلك الصفة إلا إذا نوى نرجع للأول إذا نوى أنه ما أكلمه أو لا أعمل هذا الشيء معه ما دام على تلك الصفة يعني مثلا لا أكلم الصبي ما دام صبيا نوى ما دام صبيا أو لا أكلم زوجة فلان ما دامت زوجة له أو عبده ما دام مملوكا إلى آخره فإن له ما نوى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فلو حلف لا ألبس هذا الثوب ثم صار عمامة أو صار رداء أو صار سراويل وهو ينوي ما دام ثوبا فإنه لا يحنث إذا تحول إلى غير الثوب من الأشياء المذكورة لأن المدار على النية ما دامت النية موجود نعم أحسن الله إليكم شيخ بقي من وقتنا قليل وقبل أن نخرج إلى فصل آخر سؤال عن تأخير الكفارة لو لزمت إنسانا يمين فترك كفارتها تبقى الكفارة في ذمته ويجب أن يكفر الكفارة الكفارة أمرها واسع إن شاء كفر قبل الحنث قوله صلى الله عليه وسلم كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير إن شاء كفر قبل الحنث وإن شاء كفر بعد الحنث فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك ولو تأخرت إلا أنه ينبغي أن يبادر بها لأنها إذا ثبتت في ذمته صارت دينا لله عز وجل فيجب عليه المبادرة بأدائه نعم أحسن الله إليكم وجزائكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة الكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته